نيفين صالح بتقول لحضرتك لو سمحت يا دكتور انا والدتي عندها هرش جامد في رجليها في منطقة الادم وبيطلع على الرجل من فوق بقال وسنة وكشفت كتير واخدت عليك كتير ومفيش فايدة هي عندها 62 سنة وعندها السكر وهرش بيزيد بالليل هل تروح لدكتور جلدية ولا دكتور اوريلا هو جلدية بس تروح لو عاملة تحليل ايه تحليل السكر اللي هي بتقول عندها سكر ده بنسميها برو رايتس دي لكن تعمل ترتيب 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 وتقعد تعمل ترتيب خد يبالك من اللي حقوله لك ده يا هيبة هي كمان ضروري تعمل تحليل بول قبل ما تروح لبول سهل بنشوف الكلا فيها ايه الكلا هل هي نتيجة كده طب حنعمل ايه برضو لما تعمل ترتيب مرة واثنين وثلاثة واربعة بالزيموس اللي اتفقنا عليه او السيكابيا او السيكالفيت حتلاقي الدنيا هدية قوي بعد ما تهدى تكمل تاني تقعد تكمل لغاية ما تضمن ان ده من الحاجات اللي بتعمل هرش جامدة جدا لها دراينس دراينس الجفاف الجفاف ده اكتر حاجة حتى في الناس الكبار او في الشتاء بقى داخلينها على الشتاء يشتكوا ان الهدوم بتخليهم يهرش والكعب بتاع الرجل جدا ساعات ينتش الهدوم وينتش الحاجات فتلاقيها من كتر بايو اويل ده صغير وحلو بنحلل ونعمله الكعب جدا فحتلاقي الدنيا الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب هو ده اساس المشكلة طيب في جانا احمد بتقول هي عايزة اي علاج وش بنتها عندها 15 سنة عندها حبوب في الجبهة والخدود في منها بتروح بس بتسيب علامة وفي منها موجودة بتتجدد على طول على طول يعني نحفظ مع بعضه يعني ما بعد الالتهاب ما بعد الحرب ما بعد فاكرة ما قلتلكو كده ما بعد الخبز احيانا مرتاح بي اي اتش بوست انفليماتري هايبر بيجمنتش نلحقها بدري بدري كراكنيل يا سلام فحتلاقي البقع كلها تروح كراكنيل ده ما شاء الله طيب ما راحتش ممكن 15 سنة نديها قرص واحد ايزو تريتينوين حسب الوزن اوي النتلوك واللي مهمة اوي 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 كمان انما بقى بقعت وحتة بقعت دي وحنحط تحتها تقصير منك يا مدام مش انت كامل تقصير منها يا مدام فضروري نعمل لها حاجة مهمة اوي الديبي ديرم والديبي ديرم مرة واثنين وتلاتة لغاية ما البقع تروح على فكرة لو نزلت في الشمس وعندها البقع البقع هتزين فعايزين نلحق الحكاية دي طيب السؤال اللي جاي يعني انا مش قادرة صدق يوستينا ناجي عندها 19 سنة يا دكتور بتقول انا شعري خفيف خالص وبيسقط ده بيحصل لناس كتير مش عارف اعمل ايه كمان شعري فيه ابيض كتير وهي عندها 19 سنة مش لقيا حل للشعر الابيض ارجوك عايزة حل نسرين اولما يوستينا 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 كمان ايوة طب يوستينا اهم حاجة يوستينا ما تقلقيش ان شعرك الله بيض ده عيد تاني 19 سنة ده لا ما هو ساعات بيبقى بدري عن كده وراسي بتبقى وراسي اه فيه ساعات ساعات وساعات الام لما تلاقيش عراية بيضة او خصلة بيضة الخصلة بيضة دي محاش يشيل ساعات الخصلة بيضة تعرفوا كلكو صلاح قبيل وزوزو نبيل كان عندهم فور لك ده شياكة كده ايها شياكة خلوها شياكة فعلا ولا يزبغوها انما مش صلاح قبيل وبس وزوزو نبيل ممكن تبقى لسه مجلوزكش اه هتجاو اله يا دي شكلاح اه اللي بتعمل حركة فالمهم دي اللي انا عايز اقول ما حدش اقصها لو اتقصت شعراية هتلاقي عشرة تلعو عشرة تلعو عشرين مية بتاع فاللي احنا عايزين نقولها هل هي بتلمع ولا لا الانيفوجين هنا ماشاء الله ح ينلحقها وهي صغيرة فالدرينس اللي موجود فيها ده يروح الانيفوجين ده وهو علاج للشعر الخفيف في نفس الوقت اه وخذه اه 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 ايوا صح للشعر الخفيف هتلاقي الدنيا تتألقا اه